لا شك انه اختيار اختيار انك انت تستجيب لفتنة التضاقل وما تردش على الصوت اللي جواك الصوت اللي يا ما سمع نقد فسدقه صدقت على نفسك انت فيك الصفات دي رغم اللي كان بينقودك ده هو اللي عنده مشاكل الصوت اللي جواك اللي بيقولك تحمل مسئولية اللي غدر او اللي خان رغم ان اللي خان هو مشكلته انت ما تتحملش مسئولية تصرف نسخة انسانة اخطأ فلا شك ان عدم ردك على الصوت الداخلي ده ليه خسائر على رأس الخسائر دي هي فقدان طعم الحياة طعم الحياة هو طعم شخصيتك اراءك اللي بتعبر عنها وبتدفع عنها بمودة وحب مش لازم بعنفي يعني ست بعتت سؤال لحد اللي المتخصصين بتقوله طول عمري بحس ان الجوزي مش شايفني حلوة ودايما مستنية انه يخني وببقى حساسة جدا لكل كلمة بيقولها لي رغم ان هو كويس معايا لكن لو علق اي تعليق تبقى نار جوايا وعندي هجومية في طريقتي كده كأني خايفة من حاجة فبهجم علشان انا خايفة خايفة ان ضعفي يباني ولما ماشي معاه في الشارع ببعد كده سنة وببص عليه بيبص للستات ولا لا ده سجل لان هي بتعترف ان الراجل مش مأثر بس الشعور هو حرب جواها الدراسات بتقول ان خمسة من كل عشر بنات في مرحلة اعدادي وسنوي بيعتريهم شعور امنات انف لا لستوا كافية لا اقامة علاقات مع صحاباتي بشكل كويس للمشاركة في النشاط المدرسي ولو لم يتم ادارة الموضوع ده من الاهالي واعطاهم الثقة بيحصل شيء من التراجع في شخصيته عشان كده ما تستغربش عشان ربنا يخليك دايما شايف نفسك جميل في عين نفسك عشان ما تفقدش طعم شخصيتك مهما عملت من كبائر ما يحرمكش من انك انت حبيبه وكبير عنده فيقول قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومش بينديك يا فاسق يا فاجر يا عاصي انما يا عبدي يعني يا حبيبي يا مقرب مني بس انت اصرفت على نفسك وكأنه بيحمي انك انت دايما تكون شايف نفسك مش تخسر طعم الحياة بخسرانك صورتك قدام نفسك الخسارة التانية هي التوقف عن النمو قرار بالدبلان لما واحد يبقى مفتوم بفتنة التضاقل يطور نفسه ايه ويتعلم ايه ويذاكر ايه ويدرس ايه ويحسن ويزكي صفاته ايه هو اصلا يحمد ربنا ان الناس قبلاه ده ده صورته قدام نفسه وده اللي ربنا قالك عليه في القرآن قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها عارف لما حد يبقى هو اللي بيقول لنفسه انا ما استحقش اكبر نفسي مش حد بينقده هو اللي شايف نفسه ما يستحقش ان هو يكون ليه اصدقاء ولا يعبر عن رأيه ولا يطور من نفسه ولا حتى يتشيك ويخس هو لا يرى لنفسه وجود في الحياة تضاقل فعلا وقد خاب من دساها اما اكبر خسارة لمن يرتضي بفتنة التضاقل هو التذلل والخضوع في العلاقات والقبول بعلاقات ما بيتعملوش فيها ايمة سيدنا الامام الشافعي كان يقول كده يقول ان اظلم الناس لنفسه من رغب في مودة من لا يرعي حقه وكان الشاب بيقول تتأخر علي ساعتين خطبتي ابقى خايف اقول لها اتأخرتي ليه ما هو جواه صوت بيقول الحمد لله انها ما جت شيء من التضاقل الرهيب كانت سيدة تشتكي انها بتتكسف تقول في خصوصيات معلش لما حد يسألها جوزك بيقبط كام مش عارف الخاتم اللي في ايديك بكام طب هي خايفة تقول انا مش عايزة ارد ليه وترده بعد ما تردت الدايق ما هي خايفة انها لو عبرت عن اللي جواها اللي حواليها يبعد عنها فالتضاقل بيخليك تقبل بعلاقات فيها ضغط فدي كلها خسائر لكل واحد ما اسكتش الصوت الداخلي اللي بيصغره قدام نفسه وفتح باب فتنة التضاقل اشتركوا في القناة